السلام عليكم كدري اللبس عليكم مرحبا بكم في قناة مطبخ جميل الدراما مع فيديو جديد ووصفة جديد اليوم جيت لك واحد الروتين زوين دياله واحد الغضاع صباحي زع ما بديت معاه من الصباح وانا معاكم حتى حطيت الغضيوة ديالتي كما لحظتم معايا جميع الوصفات سوف نبدأ بسم الله على بركتي الله نتمنى تعجبك الطبائلة ديالتي وما تنسى جديد وتعليق وخا غير كليمة اول حاجة باش كان نبدأ وحنا نكون ننسى هنا في المغرب كي يبدأوا بالعجينة كان عجنو بديت بالخفز ديالي خديت شوية القمح خديت شوية الفورس تقريبا ديرت تقريبا واحد ثلاثة زليف فورس ودرت واحد جور زليف ديال القمح درت شوية زيت درت مع القاة صغيرة ديال السكار مع القاة صغيرة ديال الملح ودرت مع القاة كبيرة ديالة ديالة الخميرة صافي جمعت العجينة عادي كي ما كتجمعه عادي انا ما كندلكش العجينة في الاول غير كنخلطها باش كنجمعك العناصر اللي ارتفها كنغطيها وكنخليها جانبا هدي اول حاجة باش كي تبدأ المرأة المغربية عدنا هنا في المغرب كل شي كي يبدو بالخفز صافي بعد ما ارتحت لي العجينة ديالتي ولا كي ربشيت قديت حواج خورين وصلت مميع ناتي جمعت الفراش ديالي ودكشي مني جيت ست العجينة ديالتي تلقات صافي غدا نقسمها كورات مقادين بعد ما غدا نقطع العجينة ديالتي صافي كنسالها كنكورها كما كتشوفوا معايا انا كندير ليد ديالي في الماء وكننكور العجينة ديالتي صافي كنتركها جانبا وعادة غدي نكمل معاكم هدي نكمل تقطاع ديال العجينة وغنكورها كاملة ورجع معاك صافي العجينة ديالتي انا صافي قطعتها كاملة ودرتها خبيزة مقادين كنجيب الدقيق ديال القمح كنزيد معاها شوية ديال خرطال اي حاجة بغيتي تقرطي بها الخبز ديالك كتديري شوية البلبولة كتديري شوية زرعة الكدتان كتديري الشوفان اللي بغيتي ماشي مشكل تقراز هاد انا قدرت شوية القمح ودرت معا شوية شوفان شوية غليت كندير الكورة ديالتي كندير ليد ديالي في الماء تاك نفزق الكورة ديالتي باش كتهزليا هاداك الكمح والشوفان سافي غدي نكمل الكورة كاملين كي مشيتوا معايا ورجع معاكم باش نكملوا معاكم النهار ديالنا ديال الصباح سافي مباشرة كنحسب الحجينة ديالتي ارتاحت سافي كنقرط الخبيزة ديالي كي ما كتلاحظوا معايا ما كنرققهم شو ما كنخليهم شغلات باش كي يجيني خبيزات مقادين سافي بعد ما غدي نقرسهم نحطهم فحد سربيتة انا حطها فوق الميدة ديالتي عدي في الكوزينة سافي غدي نكمل تقراز ديال العجينة ديالتي ورجع معاكم باش نكملوا الوصفات ديالي يوم مباشرة بعد ما قرسنا الخبز ديالنا سافي فوق السربيتة غدي نغطي ونخليه ويخمر غندوزوا باش نكملوا الاغذة ديالنا بالنسبة اللي اغدرتوا ما لحتوا معايا بانني درت الحوت مقلي ورافقتوا بالمرافقات الاخرين غتي تشوفوا معايا غناخد اول حاجة غدي نحضرها هو لاصوس طومات اللي غدي نرافقها بهاد الحوت خديت ماطيشة سيريز زدت عليها فلفلة حمرة قطعتها غسلتها وقطعتها بالنسبة لتومة اخدت واحد ربعت الدروس ديالتومة غير وركت عليهم هكا بالموس ودرتهم في الكاسرونة كيما كتشوفوا معايا سافي غدي نضيف شوية ديال الماء ضدت وراي قديسيدنا موسة وشوية الماء وغدي نديرها فوق البوطة حتى كالطيب ليه تماما سافي وغدي نقل الحوت الديني بعد الحوت ما غدي نقله في حال هاوكا هذي نقطئو باش يسهل علي القلي ديالو سافي غدي نقطع الحوت الديني وغدي ندود باش لابش لقمو سافي هنا اخديت الميرنو هي Leave me nervous لي عملت فى الغذى ديالي 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 ديال اليوم سافي عدي نكمله تقطاع ديال الحوت دياله سافي غدي ندوز باش نديرو لي لقامة غدي نقgence بدي كتما ربعت الدروس ديالcke هديني تواحايا نغسلها مزيان ونحوكها بالقشور ديالها حينت هي اصلا فيها منافع كثيرة بعد ما نكمل التومة ديالتي كاملة غاد نضيف التوابل المتبقية غنضيف شوية الكامون ما نضيف العطرية بززاف غير شوية شوية كنضيف شوية القصبر كيعطي واحد نسمة زوينة بالنسبة للحوت غادي نضيف شوية ديال الكامون وشوية الفزار شوية ديال الفلفل احمر وشوية ديال الملح الفلفل احمر هي التحمير كما كان نسميوها احنا وغادي نضيف شوية ديال معدنوس مقطع هنضيف واحد شوية ديال زيت البلدية سافي غادي نحرك هاد العناصر مزيان ضفتو حش شوية ديال اللي هريثة انا شارياها شوية ما قويتش بزيف سافي حركت الحوت ديالي في هاد التوابل مزيان وغادي نخليوهم جانبا وغندوزو باش نحضرو الباقية ديال لغدة ديالنا بالنسبة الفلفل غادي نقليها في الزيت هادا غادي نقطعها ونزيد عليها التوابل متبقية بالنسبة الفلفل غسلتا مزيان وخليتها تسقطر باش مني نبغي نديرها في الزيت ما ترطاش ليها الزيت بالنسبة الدنجال هاد الوصفة ديال الدنجال كدجيش هو منها خديتنا ثلاثة الدنجالات قطعت منهم حيث منهم شوية ديال لقشور وغادي نقطعهم كما غا تشوفوا معايا في حال هاكا سبايعات في حال هاكا كما غا تشوفوا معايا غادي نتبع قاعد الدنجال اللي عدي هادو الجوجلي بقا وغادي نديرهم عليها تشكل كما شدتوا معايا صافي غادي نديرهم في هات البول بعد ما كمل الدنجال ديالي كامل في التقطع غادي نضيف عليه شوية الملح باش كي يتلق لي يديك المديالو انا غا نوريكم في الاخير المديالو اللي تلق وغا نضيف الخن صافي غا نتركوه جانبا صافي نخلطو العناصر مزيان ونتركوه جانبا ومباشرة غا ندوزو نشوفو الخفز ديالنا خمير على حقه وطريقه غادي نشعلو الفران ورميو الخفز ديالنا أنا رميتو صافي أنا غادم زيان في غادم زيان زي ما ماشي تعطلت على شي حاجة ولا حنت رخصني 12 الوحدة لكل غادم وجود الخفز ديالي كي طيب كنحطوه في البلا ديالو صافي وغادي ندوز الوصفة الخرى محد ديانا كنقضيهوك وكنقضيهوك وطبارك الله كتجي للشهيوات زويني بالنسبة للمرافقة الخرى ديال هاد الحوت غادي ندير العدس بالنسبة للعدس نقيته مزيان درتان اخير واحد رواي بعدها العدس نقيته دفت لان المطيب غليان باش ما يتحش ليه بعد ما كي طيب ونخليه جانبا بالنسبة لبطاطا هادي ناخد أنا كتلاحظوا معي بأنني درت ربعات البطاطات ولكن جوني كتار نقصت بطاطا وحدة كنت اخدي كل بطاطا كتديرها في بابي اليمينيوم وغادي اديرها في الفران غادي في حلقة شويها في الفران صافي ها هما غادي نشويهو في الفران وغادي نعادها غادي نرجعوا ليهم بالنسبة للعدس صفيته من ذاك الما خليته تقريبا حد نص ساعة صفيته من المتمامل غادي نحك فيه تاو التومة وغندير لي التوابل دياله شوية دوايمة ديال البقري حيث ما غندير فيه للحم للتحاجة ولابد ما كتنسمي بالدوايمة ديال البقري وغددير العطريات ديالتك غادي نديرو شوية الكامون تقريبا واحد تقريبا واحد نص مع القصغيرة غادي نديفو مع القصغيرة ديالت الكامون مع القصغيرة ديالت البزار وغادي نديفو واحد شوية ديال القصبر حتى هو واحد نص مع القصغيرة غادي نديفو واحد مع القصغيرة ديال الفلفل الاحمر يعني التحمارة انا رفيت مني شاركت معاكم هاد الوصفة ديال اللي عدس وراك تجيش هو منها عاهيا كينشي كومونتا كيكتب ليين بانه ورا جاري راه القياس اللي بغيتي بغيتي تخليه مطلق شوية راتي غا تخليه جاري بغيتي تنش فيه شوية راتي غا تخليه شوية ما فيش روا بزيف يعني ما فيش المرايقة ديالتو بزيف كنضيف واحد شوية ديال خارقو معرق واحد نص مع القصغيرة سفي وكنضيف شوية الزيت غادي نخليح تنضيف شوية زيت البلدية في الاخر وكندير المل كافي وكنسد الكوكو ديالي كنديره فوق البوطة وكنخليها بطيب على خطرة بالنسبة لصوص طومات سفي طابت ليا بالنسبة لصوص طومات طابت ليا كنحيد القشور ديال التومة اللي طابت كنخلي غير التومة سفي كندير العطرية ديالتي تحميره شوية الملح شوية البزار شوية الكامون سفي وغادي نجيب الضرب ديالي اللي يداو اللي هادا ندير شوية الزيت كتجي هاد لصوص كتجي عاقتو كتجي زوينة سفي وغادي نطحن اللصوص ديالي مزيان بهاد الهاشوار ديالي سفي و مباشرة غادي نصفيو باش تحيد منو قاعدوك الشوائب اللي كي بقاو ها هي غادي نرد هالكاسرونة ومن بعد غادي نضيف شوية المعد نوس مقطع وغادي نضيف شوية الزيت البلدية وغادي نضيف وحد المورسو ديال ماطيشات الحوك يعني وحد المعالقة كبيرة غادي نرد هالبوطة حتى كتطيب لي على خاطرها بالنسبة للدنجيل هنتو ما غادي نصفيه شوفوا الماء لحتو معي بان الدنجيل شوفوا الماء اللي ولا فيه سفي غادي نديرو في شبكة حتى يحيد منو ذاك الماء ما يبقاش فيه تماما بالنسبة لعدل السفيتة بلية سديت عليه مني كتدور صفارة وحد شوية كتحسبي لها تقريبا واحد العشرة دقيقة حتى العشرين دقيقة كتدور لك سفرحت شوية هو دغية كي طيب ما كياخدش وقت كتير حيث ما فيه ليلحملة تحاجة غادي نزيد فيه واحد المعالقة كبيرة ديال ماطيشات الحوك وغادي نضيف واحد شوية ديالزيت البلدية وغادي نرجع لبوطة حتى كي يدخل فيه هاد العناصر كي يدخل في هاد العناصر اللي نضفت وعادة غادي نحيده من فوق البوطة بالنسبة للدنجيل غادي نضيف لي هاد لما غيناد هادي باش ما غنقليه في الزيت كندير جوجة البيضات كاس ديال الفورس نصف كاس ديال فينو غادي نضيف خمارة ديال حلوة وغادي نضيف العطرية ديالتي اللي بقلي اللي بزار شوية الكامون شوية تحميرة كنضيف واحد شوية ديال هريسة اختيارية ما بغيتيش ديرها ماشي مشكل صافي وغادي نضيف شوية الملح شوية الخرقم عرق حتى هو نضيفه وغادي نضيف بالنسبة له هاد المغيناد هادي اللي غادي ندير فيه هاد دنجيل باش غادي نقليه غادي نديرها بالماء داروري تكون متلوقف حشكل ديال البغرير ما تعقديهاش بزيف وما تجريهاش بزيف باش كت باش الدنجيل بعد ما كتديريها في هاد في هاد المغيناد كتشد لك ماشي كتتسيح وكتحيد صافي غادي نحرك بالماء مزيان حتى غادي تخلط لي العناصير مزيان ونحصل على وحد الخالط يكون ما هو تقيل ما هو جاري على حسب النوعية ديال الفورس حسنا كل الفورس اللي كيشرب الماء كل الفورس اللي ما كيشربش الماء كتحركي بالفورشيط عادي حتى كتخلط لك العناصير مزيانة صافي هنتو ما شوفوا الشكل ديال هشتوها كتكون في حال هاكا غادي نتركها جانيبا غادي نقلي الفلفلة هي اللي ولا صافي ها هي درتها في المقلة كنقلي هاي اللي ولا ضروري باش كندير هاداك اللغطة باش باش ماي باش ماي اداش اللي يزيد بالنسبة لبطاطة صافيت شوات ليه في الفران اه صطتها تشوات كندوز مباشرة كنحيد الفلفلة ديالتي من المقلة راشتوني ايديهك ويديهك باش نقضي و كنخلي البطاطة ديالتي كتبرد لي جبت من الفران وغندوز نقلي الدنجال حتى كتبرد ليه البطاطة ديالتي غدا نكمل الوصفة ديالتا بالنسبة لدنجال كنديرها في هاد لاما غيناد مزيان وكنديرها في المقلة كي يجي اروع ما يكون هاد دنجال هادا غير ديريه وتفكريني والله العادي انت غي يعجبك بزبزبزب والله العادي ما نقول لكم حد القيسة بانا لابن ديالي ما كي يكوش الدنجال ولكن بعد ما درتها لي بهالطريقة هادي كالي الدنجال وجهزوين جهزوين حين تما عارفو الدراري بانا كي يبغيو ينوعو في الاكل ديالهم قد عدي تقولوا لي بانا الزيت وهذاك زيوت رح كتديري مره مره رح ما كتديريش كل نهار رح كتنوعي في الاكل ديالك مشي كل نهار غادي تديري هاد الزيوت مشي كل نهار غادي تديري مره قولي فالشهر ولا مره ما عاد فاش باش كتديري فحل هاد الوصفات هادو بالنسبة لطاطة ديالتي اللي كان قسمها انحف كان نحاول انخويها من الوسط ديالها وهذاك الشي اللي حيتو من الوسط دياله غادي Huddigو رحو فحاد البول لانني هو لي غادي عمر به القشرة ديال البطاطة ديالتي اللي غا الاوبقى ليها شتههρα ما احنا عادwill舌 رح كتقد ضيحو كتقد ضيحوك قدي حوك بهاد ال amended جاتا لها حييت غادي نضيف عليها شوية ديال كاشتر مشاقوك وغادي نضيف عليها اه نضيف طون نضيف طون نضيف طون نضيف طون سجد نضيف طون نضيف طون كما لاحظتم معايا سوف نعمر بقشور البطاطا اللي حيتهم قبيلة ننسيت واحد شوية ديال المعدنوس باش كي يزيد واحد البنة بالنسبة لهذا البطاطا نجيبو هاد القشور ديال البطاطا و نعمروا بها هاد العمارة هاد سمحوا لي يا را استعملت اليد ديالي حين الوقت مشعلية هسني ضروري باش نزرب باش نحط الغداء في الوقت دياله حين الابن ديالي كيبغي مشي للمدرسة وكيبغي الغداء في وقته سوف ندير شوية الفروماج من الفوق و غادي نرجع الفران حتى كي يدبلي الفروماج و عدا غادي نقدمها غادي نرجعه بالنسبة الدنجال سوف يكملته تاوه حطيته جانبا غادي ندوز الحوت هو اللي بقاليه تقريبا غادي ندوز الحوت كناخد الماء كنزيد عليه شوية الخل و كناخده الفورس و كنزيد عليه جوجمها لقد ينشى هاد طريقة هادية غايجيك الحوت في حالة شريه من المحلات القبار اللي على برا سوف نجيب الحوت ديالي كنديرو في هاداك الماء والخل في حال هاكا و مباشرة غادي نديرو في الماء غادي نديرو في سمحولي في الدقيق الفينو اللي أنا مخلطه و غادي نديرو مباشرة في الزيت هادي الطريقة و لكرا كيجي اروح ما يكون و كيجيو حتى قرميشة زوينة تبعوها طريقة هادي الماء رتي كتديري فيها الخل ضروري و كتفزقي ذاك الحوت في هاداك الماء والخل و مباشرة كتديري ها فيده كتديري يقول نشال ننتيم صوبة و كتديري في الزيت كتقلي عادي هانتي كتبدي تقلبي في حال هاكا هانتو ما شوفوا الشكل ديالو كيجي زوين حتى الماداق ديالو كيجي اروح ما يكون تكتشهي كيجي اروح ما يكون تكتشهي كيجي اروح ما يكون و كتشهي حتى الوليدات ديالك تقي بياه و غادي تعجبك بزيف 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 كانت منه نكون فتك و قدرت لك وصفات زوينين بالنسبة للطبيلة ديال الغداء كان شكركم و غادي نقول لكم اسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله